احنا مش محتاجين غير معلقة. ومعلقة تكون سهل التاني يعني تكون ضعيفة شوية. وبعدين هنتني المعلقة كده. وبعدين هنتنيها تانية كمان. كده. احنا عايزين المعلقة بالشكل ده. هوريكم بقى هعمل ايه. بعدين هنجيب الشمع ده. وطبعا احنا معظمنا عندنا الشمع الصغير ده. انا بحيط بجيبه علشان هو بيدي شكل حلو. هحطها وكده ناقص اخر خطوة واهم خطوة هي الحاجة اللي هتخلي ريحة الشقة جميلة. انا عندي البخور ده. بخور ريحته فضيعة. ريحته جميلة جدا. انا بحب اشمه يعني انا ممكن يمسكه بس كده عشان افتحه ويقعد اشمي فيه. البخور ده طبعا لو انا حطيته على المبخرة ما فيش ساعة وهيتحرق وهيخلص ومش هيبقى فيه ريحة. ولكن الحركة اللي انا بعملها دي هتخلي ريحة الشقة طولي اليوم حلوة والبخور هيبقى صعب جدا ان يتحرق ويخلص. وبعدين هولع الشمع. بس. عايزة اقول لكم بس هي خمس دقايق. اقل كمان من خمس دقايق. وبتبقى ريحة الشقة فضيعة. كلها ريحتها بخور. ومش بس ساعة او بساعتين. لأ دي بتطعوا طولي اليوم. بصوا هي كده بتدت بقى تطلع الدخان. بصوا. اهي. شايفين الدخان اللي طلع من البخور ده? باين وانا مش باين في التصوير. انا ممكن لما حركها كده بتباين. بصوا. ريحة بقى اللي طلع من البخور دي بتفضل طول الوقت في المبخ او في المكان اللي انا حطه فيه المعلقة. بس انا افضل مكان بحطه فيه الرخامة من جوه كده. عشان يعني يبقى بعيد عن الولاد. وفي نفس الوقت بيخالي ريحة المطبخ والشقة كلها حلوة جدا. فانا بالنسبالي الاختراع المعلقة ده احسن من المبخرة واحسن من الفواحة اللي بالكهربا. يعني حلوة جدا مش بتكلفنا اي حاجة ومش هنخسر حاجة غير بس المعلقة اللي هي هنتنيها اول مرة.